سوف نقوم الآن بشرح قائمة الجرد يتم الدخول إليه من قوائم العمليات الجرد القائمة الأولى قوائم الجرد في هذه القائمة نستطيع أن نقوم بطباعة الأصناف المتوفرة بالمخازن من أجل أن نقوم بعملية الجرد فقط نقوم بتحديد رقم المجموعة التي نريد مثلا المجموعة الأولى مثلا بالمخزن الرقم كم؟ مثلا رقم واحد الترتيب حسب الرقم حسب الرقم ثم نقوم بعملية الطباعة سوف تظهر مجموعة البر مثلا الصنف بر أمريكي مخزن المعرض هذه المجموعة الأولى مثلا نريد أن نقوم بطباعة المجموعة الثانية مثلا نقوم بإدخالها ثم الطباعة سوف يظهر مجموعة الدقيق الصنف الأول دقل بركة الصنف الثاني الدقيق السنابل الاسم كمية الجرد في هذا المكان عند عملية الجرد اليدوي يتم وضع الكميات التي تم جردها فعلا في حالة معنا أكثر من المجموعة يتم تقريبا المجموعات بالسهل الأسود الآن وبعد أن تم عملية الجرد وإدخال الكميات المجرودة في قوائم الجرد الآن سوف نقوم بإدخالها في قائمة الجرد اليدوي من أجل أن نقوم بعملية المقارنة بين الكميات المجرودة فعلا والكميات المتبقية في النظام من أجل معرفة إما الزيادة في المغزون أو العجز في المغزون ويتم استخدام شاشة الجرد اليدوي بتحديد رقم مثلا المجموعة ثم نقوم بالضغط على زر البحث سوف تظهر هذه المجموعة الكمية المتوفرة فعلا في النظام هي في المغزن الأول 590 في المغزن الثاني مثلا 497 فمثلا إذا كانت كمية الجرد التي تم جردها في المغزن الأول مثلا 585 معنى ذلك أن هناك عجز بمقدار 5 حبات كذلك إذا كان الجرد اليدوي الفعلي الذي تم في المغزن مثلا 495 معنى ذلك أن هناك عجز بمقدار حبتين نقوم بعملية الحفظ الآن مثلا نقوم بالبحث على المجموعة الثانية وإدخال الجرد اليدوي الخاص بها سوف تظهر إيش هذه الأصناف الكمية المتوفرة فعلا هي 150 مثلا 150 مطابق مثلا في المغزن الأول دقل برقة دقيق السنابل مثلا 200 وحبة هناك زيادة من قدر الحبة أما في المغزن الأول مثلا دقيق السنابل مطابق مثلا 50 نقوم بعملية الحفظ إذا أردنا الطباعة نقوم بالطباعة سوف تظهر بالطريقة التالية الكمية المتوفرة كمية الجرد الانحراث سواء سالب أو زائد مثلا هنا مطابق مطابق هناك زيادة بمقدار حبة وهكذا الآن سوف ننتقل إلى الشاشة التي تليها في الجرد وهي تقرير الزائد مثلا نقوم بتحدي المغزن رقم 2 ثم نقوم بعملية الطباعة ماذا نلاحظ نلاحظ ما عليه الدماء السنابل الكمية في المغزن 200 كمية الجرد 200 وواحد إذن الزائد في الجرد كم حبة مثلا نقوم مثلا الآن بمعرفة المغزن رقم 2 أو واحد لا يوجد لا زائد ونقص في مغزن رقم واحد الآن ننتقل إلى تقرير الناقص مثلا المغزن رقم واحد لمعرفة النقص نلاحظ ماذا نلاحظ أنه في البر الأمريكي في المغزن رقم واحد الكمية في المخازن 590 بينما كمية الجرد الفئر 550 إذن هناك نقص أو سالة بمقدار 5 حبات وهكذا السؤال كيف يتم معالجة الزائد والناقص في الجرد في المخازن؟ بكل بساطة في حالة الزيادة يتم عمل توريد مخزني الحساب المتأثر هو حساب الزيادة في المخزون أما في حالة العجز أو النقص فهناك نوعين من المعالجة المحاسبة إذا كان العجز طبيعي نقوم بعمل أمر صرف مخزني والحساب المتأثر هو حساب الأرباح والخسائر أما إذا كان هناك عجز غير طبيعي بمعنى أن أمين المخازن هو الذي يتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالة نقوم بعمل أمر صرف مخزني والحساب المتأثر هو حساب أمين المخازن شكرا